اشتركوا في القناة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذيب بن صغر النعيم رئيس هيئة الأركان بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني وفي هذا الصدد أثناء صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما قدمه البروفيسور روي كاسا جراندا في محاضرته من شرح دقيق عن العبقرية الحربية للصحابي الجليل والقائد الفد خالد بن الوليد رضي الله عنه في العديد من المعارك والفتوحات الإسلامية التي قادها وشارك فيها كما تضمنت المحاضرة تحليلات للتكتيكات القتالية والاستراتيجيات العسكرية القيادية لهذا القائد المحنك ودوره القيادي في تعزيز القيادة لدى مرؤوسيه وتأثير عبقريته العسكرية على الفكر العسكري الاستراتيجي حيث باتت خططه وساليبه العسكرية تدرس عبر التاريخ كما شهد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمسيرة العلمية والأكاديمية للبروفيسور روي كاسا جراندا وأسامته الفكرية وما لها من دور بارز في إثراء مناهج البحث العلمي في الدراسات التاريخية مثمن أن معالي منجزاته ودراساته وبحوثه العلمية والأكاديمية في السياسة والاقتصاد وعلم النفس والفلسفة متمنيا معاليه له كل التوفيق والنجاح حضر المحاضرة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الملحقين العسكريين بسفرات الدول الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر